استطاعت وزارة الداخلية من خلال الترتيبات الأمنية بالتعاون مع الجهات المعنية أن تحقق نجاح لبطولة جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورميلة واحد والتي تعكس مكانة مملكة البحرين المتميزة كونها موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط وتتتمتع بتاريخ مشرف على خريطة رياضة السيارات على مستوى العالم حققت مملكة البحرين نجاحا كبيرا في استضافة وتنظيم بطولة جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورميلة واحد والتي استطاعت البحرين من خلال نجاحاتها المتوالية في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي وفي هذا الإطار تحرص وزارة الداخلية عبر كافة قطاعاتها لإنجاح هذا الحدث من خلال الحضور الأمنية المدروس وتقديم الخدمات الأمنية لجماهير حلبة البحرين الدولية كما شهد الجماهير أجواء من المتعة والترفي في جناح وزارة الداخلية والذي يتضمن عدة إدارات تابعة لوزارة الداخلية طبعا نظمت إدارة العلاقات العامة جناح وزارة الداخلية المشارك في سباق جائزة البحرين الكبرى للفورميلة وان والتي يتضمن العديد من إدارات وزارة الداخلية منها الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إدارة العامة للمرور بالإضافة إلى إدارة العامة للدفاع المدني بالإضافة إلى المنطقة الترفيهية المتواجدة واستخدام آخر وسائل التكنولوجيا لعرض جميع خدمات إدارات وزارة الداخلية التي تقدمها للجمهور من المواطنين والزوار تأتي مشاركة الإدارة العام المرور في معرض وزارة الداخلية في حلب السباق البحرين الدولية وذلك من خلال عرض أبرز الآليات المزودة بأحدث الأنظمة الذكية وكذلك عرض الخدمات المرورية في موقع الحكومة الإلكترونية وتطبيق الإيترافك بإمكانه زوار المعرض أنه منجاز خدماتهم بكل سهولة وويسر وذلك تماشى مع توظيف الذكاء الاصطناعي المعمول به في معرض وزارة الداخلية الإدارة العامة التي تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة متواجدة في بطولة جائزة البحرين الكبرى للسباقات الفورمولا واحد مشاركين في جناح وزارة الداخلية في حلبة البحرين الدولية لإبراز البرامج التي تقدمها الإدارة العامة ومحاققتها من نجاحات في حقوق الإنسان وذلك في ظل العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك المعظم وكذلك استعراض أهداف وإنجازات برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وبرنامج فاعل خير لجماهير البطولة والله ما شاء الله نشوف تطور كل سنة عن سنة ثانية زيد تطورهم يعني مزارة الداخلية ما شاء الله البوث مالهم كل مال نشوف شيء تطور شيء يبهرنا تبارك الله إن شاء الله مزيد من التغدم للأمام إن شاء الله يا رب المسباقة واحد عجيب واليوم لعبنا واحد في ألعاب واحد واحد حلوة في في آر في ألعاب في ألعاب إلكترونية في تلوين عجبني إن في واحد أماكن حلوة في سيارات شرطة واحد أشياء حلوة كما كان مركز الإسعاف الوطني على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارق بكل احترافية وتقنية عالية مشهودة للجميع تم التنسيق بين الجهات المعنية بحيث يتم التنسيق عدد من الإسعافات متتواجد بالحلبة على مدى أربع أيام متتالية طبعاً بتكون الإسعافات فيها مساعد مسعف ومسعف طبي متمركزة في نقاط معينة على سباق المضمار الحلبة دورنا كمسعفين هو نقل حالات الطارئة أو الحالات الغير طارئة والطارئة من مركز أو مكان وقوع الحادث إلى العيادة الحمد لله رب العالمين الإسعاف على تام الجهازية والاستعداد من جهاز بكم الأدوات الطبية والأدوية والمعدات اللي نحتاجها اللازمة في حالة الحوادث أو في حالة الميديكال اللي هي المشاكل الطبية اللي ممكن نتواجه المارشل في حلبة البحر الدولية يأتي هذا النجاح الباهر لما تتمتع به وزارة الداخلية من جاهزية واحترافية عالية المستوى والخبرات التي كان لها بالغ الأثر في إبراز السباق العالمي بصورة مشرفة أبهرت الجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة